ولنقاش ملف الانتخابات الإيرانية ورفض الشارع الإيراني لها وسط ارتفاع معدلات الفقر وكتم الحريات ينضم إلينا عبر سكايك من باريس عضو المجلس الوطني الإيراني مهدي أقبائي أهلا بكم سيدي أهلا مرحبا وتهياتي لكم والمشاهدين قناة الرافدين وتهياتي لعشقائنا في الإراق سيد مهدي أهلا بك مجددا كيف تقرأ حملات المقاطعة في الداخل والخارج للانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل حقيقة باختصار اليوم تعتبر إيران برميل بارود ومجتمع الإيراني على وشك الانفجار وحركة المقاومة الإيرانية تعمل كمحرك أو فتيل الانفجار وبالمقابل فشلت جميع إجراءات القمئية والاعتقالات والعدامات والقيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الملالي ولم يمنع انتشار المعارزة المنظمة التي تمثلها وحدات المقاومة معاقل الانتفازة بعد دعوة المقاومة الإيرانية لمقاتاة الانتخابات حقيقة اكتسبت الدعوة على مستوى البلاد لمقاتاة الانتخابات المضيفة زخما واسعا والتي تدعو الناس علنا إلى إطهاء بهذا النظام من أجل بيان هذه الإرادة الشعبية في مقاتاة مهزلة الانتخابات عقام ناشتون معيد و مجاهد خلق حملة واسعة و مراثون على تويتر في وقت واحد لعربة و عشرين ساعة خلال يومي العهد و اثنين یعنی يوم عمس و اليوم و تلقى هذه الحملة ترحیبا واسعا من قبل شرائح المختلفة في مجتمع الإيراني في عنها إيران و كذلك في المنطقة العربية و في أوروبا و أمریکا من قبل الإيرانيين جاليا الإيرانية خارج بلد و رفض الجميع هذه المهزلة و أعلنوا مقاتاة القاتل للانتخابات و مسرحية بسم انتخابات بإعلان هشتقين و هما كنسوتي إطاحة بالنظام و مقاتاة مهزلة الانتخابات في إيران المنشورات الدائمة لمقاتاة الانتخابات هذه المسرحية على تويتر استمرت 24 ساعة مثل ما قلته كانت مليئة بالتسجيلات و مقاتب فيديو لجماعات المعارزة و شبكت منظمة مجاهد خلق في جميع أنهاء الإيران في هذا السياق بالحديث عن هذه الوسوم والحملة التي كانت في مواقع تواصل الاجتماعي كان هناك أيضا وصم آخر حول هدر الأموال و ذلك بالتزامن مع الوعود الانتخابية التي أطلقها المرشحون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كيف تفسر خطوة إغراءات المرشحين للناخبين بالمال؟ والله صحيح هذا الكلام هم يتحدثون عن الوعود للناخبين ولكن اليوم هذه الوعود أصبح غير قابلة للتسديق للشعب الإيراني حيث يواجه استهجان الناس في الشارع و حتى صحف الوكومية يعتبرونها وعود جوفاء و الكاذبة و يسخرون منها مثل ما جاء في تقريركم وعد واحد منهم بأنه سيوفر للشعب الإيراني للناس 450 ألف تومان شهريا و آخر ديعت وعد آخر إبراهيم رئيسي رئيس سلطة القضائية وعد آخر ولكن الحقيقة على عرض الواقع شيء آخر وهو في عقاب إقصاء مجلس سيانة الدستور لمرشحية الهكومية هؤلاء اللي شاركو و مباركة الخامنئي نفسه أي مراقب عندما يتلع على القائمة النهاية التي صدرها و اعلنها مجلس سيانة الدستور حيث بقى سبع مرشحين فقط يدرك بأن ملا رئيسي سيكون هو المؤهل الرئيسي بموجب هذه القائمة المفضل عند خامنئي وبين تماما بأن الانتخابات والإصلاحات تحت حكم الملالي ليس لها أي قيمة ومعنى ومفهوم لهذه الانتخابات ليس سوى خداء أبناء شعب الإيراني ووؤد التي هؤلاء يتحدثون للناس ليس خامنئي مثل سلفه خميني عند أي رد للشعب الإيراني إلا القتل والعدامة وارتقاب المجازر بدءا من مجزرة 1988 للسجناء السياسيين أغلبيتهم من مجاهد خلق وصولا إلى مجازر يونيو 2009 ويناير 2018 وكذلك نوفمبر 2019 وملا رئيسي الذي أسبح الآن مرشحي الرئيسي المفضل للخامنئي دليل على ذلك في هذه المقطة الحديثة عن هذه التجاوزات التي حدثت حذر مدعي عام تهران علي ماهر حذر المرشحي للانتخابات الرئاسية من تجاوز ما وصفها بالخطوط الحمر لإيران إلى أي مدى تشكك هذه الخطوط الحمر في شرعية الانتخابات وشفافيتها والنظام السياسي ككل في إيران في الحقيقة كما قلت في إيران لا يجري انتخابات حتى نتحدث ونبحث عن مآئير الانتخابية الحرة وشفافة عندما يحذر مدعي العام تهران أو بالأهراء أن نقول يحدد ماذا يقول هو؟ هو يقول المرشحين يجب أن لا يتجاوزوا خطوط الحمراء للمرشحين وخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم الانتخابية وخطاباتهم ما هي خطوط الحمراء التي تتحدث عنه هذا المجرم؟ خطوط حمراء لهم يعتبر هجوم وشن أي هجوم على سمعة سلطة القضائية لهذا النظام من هو سلطة القضائية؟ ماذا يقصد من سلطة القضائية؟ يقصد رئيسها إبراهيم رئيسي وهو مرشح رئيسي لهذا الانتخابات ومختار من قبر خامنئي مسبقا للانتخابات إذن لا معنى لهذه التحديدات إلا أن فرض مرشح ورئيس مهدد لشعب الإيراني الذي رفضه تماما وقاطعا شكرا جزيلا لكم عضو المجلس الوطني الإيراني مهدي عقبائي حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس